مجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم شهدت ولاية شمال دارفور خروج مظاهرات احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي وخرج المتظاهرون ليعبروا عن رأيهم واحتجاجهم على فشل الحكومة في توفير الخبز والكهرباء وكذلك الانعدام التام للأدوية خاصة أدوية الميلاريا والتي تعتبر ضرورية في هذا التوقيت من العام الذي يشهد تزايدا في حالات الميلاريا عقب موسم الخريف عقدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم اجتماعا اليوم مع اللجنة التسيرية لشعبة المخابس وذلك بغرض التفاكر حول الآثار المترتبة على إعلان أسعار جديدة للوقود على الصناعة الخبز وأشارت شعبة المخابس إلى ضرورة النظر إلى تكاليف إنتاج الخبز العالية في ضوء الأسعار الجديدة فيما أمنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم على الأثر المباشر لذلك على صناعة الخبز حذر خبراء اقتصاديون من زيادة معدلات التضخم على خلفية رفع الدعم عن الوقود ليتجاوز حاجز المئتين في المئة وأكد الاقتصادي عزدي إبراهيم في تصريحات صحفية أن معدل التضخم حاليا أكثر بكثير من الأرقام المعلنة خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية وأضاف أن رفع الدعم عن الوقود سينعكس بصورة كبيرة على كافة القطاعات خاصة النقل والمواصلات وارتفاع تكاليف الترحيل للبضائع بين الولايات مشيرا إلى أن تحرير أسعار الوقود قد يسهم في تراجع معدلات التضخم على المدى الطويل ولكن في المدى القصير ستكون له آثار كارثية نظم عدد من اللاجئين السودانيين بالقاهرة مسيرة احتجاجية في ضاحية مساكن عثمان تنديدا بمقتل طفل سوداني داخل منزله ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الطفل أبوحمد حسن عبدالله منضرجا بدمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وآثار مقتل الطفل طعنا بالسكاكين ردود فعل غاضبة لا سيما وأنها ليست الحادثة الأولى التي تهز المجتمع السوداني نهاية الموجز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر